نتكلم عن قضية تهم الأمة الإسلامية كلها ليس فقط الأمة الإسلامية بل كل إنسان منصف على وجه الأرض لا بد أن تهمه هذه القضية قضية خيانة قضية نكبات قضية نكسة قضية صراع على أرض فلسطين صراع منذ الأزل أنا لا نتكلم عن موقع فلسطين والمسجد الأقصى وبيت المقدس في قلوب أهل الإيمان لا نتكلم عن هذا فهي أولى القبلتين وهي ثالث الحرمين والصلاة فيها بخمسمائة صلاة وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي الأرض التي بارك الله حولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والملائكة باسطة أجنحتها على الشام وما حولها في تلك البقعة المباركة فيها الطائفة المنصورة التي سينصرها الرب عز وجل إن عاجلا أم آجلا لنتكلم عن هذا التاريخ القديم ولكن لنرجع إلى الوراء قليلا لنعرف لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحال لما الناس ستعجب ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليلة نهار من مجزرة إلى أخرى دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب تكرمت الجامعة العربية وأعطتهم خمسين مليون دولار ليسكتوهم لا يعد عشر معشار ما أنفقته الدول العربية على مباريات كأس العالم أنفقت عليها مئات الملايين لكن لأجل فلسطين وما يحصل في فلسطين وتدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة ناهيك عن سفك الدماء لا أطفال لا شيوخ لا عجائز لا أسر لا أهالي وهدم البيوت على رؤوس أهلها وصمت عربي مطبق تتعجب تقول ليش ما الذي يحصل أهل كرامة جندي إسرائيلي واحد أعظم وأكبر من كرامة عشرة آلاف أسير يقبع عندهم فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ العجائز بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم أين زعماء الدول العربية أين قاداتها أين علماؤها أين شيوخها أين شبابها أين رجالها أين المسلمون أقول لإخواننا وأحبابنا في فلسطين عذرا عذرا والله من قلوبنا لأن الأمة مشغولة تعرفون بما مشغولين الأمة مشغولة بكأس العالم بتشجيع فرنسا صاحبة أول عقد أبرمته إسرائيل لإنشاء محطة نووية كانت مع فرنسا لإنشاء اليوم خمسمائة سلاح نووي وهنيئا للعالم الإسلامي هنيئا تلك الشعارات على ملابس وصدور أطفالنا رفع إعلامهم وتشجيع لاعبيهم والتمني أن يموت بعضهم في أراضيها للأسف للأسف الأمة اليوم مغيبة أمة غثاء كغثاء السيل ألف وثلاثمائة مليون إنسان أين كرامتهم خلنا نرجع للتاريخ مئة سنة فقط أسرد لكم سردا سريعا ما الذي حصل يوم عزل السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة العثمانية لأن موقفه كان متصلبا من وراء هذا؟ من وراء إدخال مصطفى أو كمال أتى تورك على تركيا ومحي الإسلام منها؟ إنهم اليهود الذين دخلوا إلى تركيا وتغلغلوا حتى وصلوا إلى سدة الحكم فكان البديل الأخبث بريطانيا في الدول العربية التي اجتمعت مع الحكومات لعمل ثورة كانت هي جاني ثمارها وها هي بريطانيا من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية تأتي باليهود من كل أقطار العالم لتسكنهم في فلسطين بوعد بلفور 1917 المشؤوم أتعرفون يا أطفالي ويا أبنائي ويا صغاري من وعد إسرائيل واليهود بمملكتهم في إسرائيل وتدنيس المسجد الأقصى وقتل النساء والأطفال تعرفون من وعدهم بهذا وزير خارجية بريطانيا المسمى بالفور وليشجع من يشجع منتخب بريطانيا وليعلق أعلامهم وليضع شعاراتهم حتى في مساجدنا للأسف هذا الذي حصل من خيانات ظهر الثورات جهادية سمعتم برجل اسمه الشيخ عز الدين القسام خرج من سوريا يقام الفرنسيين ثم وصل إلى جبال جنين وحرك الجيوش وأثار الناس في الجهاد في سبيل الله لإخراج اليهود من فلسطين تعرفون من الذي قمعه وسفك دمه وقتل كل المجاهدين في الجبال بطائراتهم وصواريخهم وأسلحتهم إنهم كالعادة البريطانيون الإنجليز هم الذين أوصلون إلى هذه الحال خلال أربعين سنة أو ثلاثين سنة من حرب العالمي الأولى للثانية كل حركة جهادية قمعوها أنا عندي تاريخ دامي مظاهرات شعبية ثلاثمائة قتيل خمسمائة جريح كلما قام المسلمون قائمة نسفوهم وقصفوهم ودمروهم إلى سنة الثمانية أربعين سلموها مدينة مدينة إلى إسرائيل بعد أن أعلنت إسرائيل قبل انسحاب المنتدب من دوب بريطاني من فلسطين قبل انسحابه أعلنت إسرائيل قيام دولتهم تاريخ أربعة عشر خمسة ثمانية أربعين بعدها بحد عشر دقيقة فقط بأحد عشر دقيقة أعلنت أمريكا الاعتراف بإسرائيل وتولت أمريكا بعدها رعاية هذا الطفل اللقيط من الأم غير الشرعية رعايتها إلى هذه اللحظة وستعلمون كم من المئات المليارات أنفقت فقط على إسرائيل لتبقى غصة في حلوق المؤمنين والمسلمين والدول العربيح في سنة الثمانية أربعين أعلنت إسرائيل أنها دولة كيان وبدأت تسفك الدماء والمذابح والمجازر أحد الشيوخ الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله سمعتوا عنه عبدالقادر الحسيني أنا ودي الأطفال يقرؤون تاريخ هؤلاء الأبطال عبدالقادر الحسيني كان يقود الجهاد وكان لا زال عنده أمل بالجامعة الدول العربية لكن تضح أن الجامعة كلها كانت مسرحية وكانت تمثيلية والجيش العربي المزعوم الذي كان ننتظر بريطانيين يخرجون على شاني ديش فلسطين كان قوام 24 ألف وإسرائيل فقط 70 ألف مقاتل مدجج بالسلاح والدول العربية كلها أرسلت 24 ألف مقاتل بعض ألويتها شوف النكتة بعض ألويتها يقودها ضباط إنجليز بعد ما خرج الإنجليز من فلسطين يقود الجيوش العربية إنجليز فهل تظنون أنهم سيعيدون فلسطين إلى العرب والمسلمين للأسف بدأت الخيانات يقول عبدالقادر الحسيني حتى يسجل التاريخ كلامه هذا الرجل الآخر زيارة له راح إلى جامعة عربية يستنجدهم يستغيث بهم يقول احتلت مدينة قسطل في فلسطين أول مدينة احتل فاتقوا الله في المسلمين اتقوا الله في الفلسطينيين جيوشكم أسلحتكم دولكم أرسلوا إلى هذه المدينة قال إني ذاهب تساعدوني لم يساعدوه بشيء فقال لهم رسالة قال إني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها و أحررها ولو أدى ذلك إلى موتي قال والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملوني بها الجامعة العربية أموت أشرف لي من معاملتكم ثم قال إني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين سنة الثمانية واربعين إن رجال الجامعة كلام الشيخ عبدالقادر الحسيني اكتبوه لأنه مكتوب بدمه لا بلسانه أحفظوه يقول إن رجال الجامعة والقيادة أي الجامعة العربية يخونون فلسطين ثم قال وهو ماشي قال لهم أيها الناس نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل يعني حرام هذه المليارات وأنا أقول حق كل الزعماء اليوم ترى حرام طائراتنا لمن أسلحتنا لمن ما ترأفون لحال الطفلة الصغيرة التي يقتل أبوها وأمها أمامها أما تتذكرون صبرة وشاتيلة كيف قتل ما يقال بثلاثة آلاف إنسان نحرا كان الطفل تدروا شيء في الطفل يقطعون أرجل الطفل مسكن ما يقدر يركض فيحرقونه وهو حي وكانت الطفلة الصغيرة أم تسع وعشر سنوات تغتصب يتناوب عليها الرجال حتى تقتل هذا كهكذا فعلوا وفي دير ياسين قبلها صبرة وشاتيلة ومخيم جنين وغيرها من المخيمات ماذا تفعل جيوشنا الرابضة؟ يقول عبدالقادر الحسيني نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل إن التاريخ هذا كلامه للتاريخ وأنا أنقله حتى يحفظه التاريخ إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطئكم ثم بدأت اليهود وبمعاونة أمريكية إلى اليوم في إنشاء ترسانة نووية 500 سلاح نووي يدمر ماذا هذه الأسلحة؟ كل المعاهدات الدولية الظالمة نغصب عليها ونلزم بها إلا إسرائيل فإنهم لا يلتزمون حتى بمعاهدات جنيف في الأسراء للأسف ليش؟ ليش نحن نلزم بمعاهدات ظالمة لكنهم لا يلزمون بها مرت المذابح وكلما قام الثورة قسمت ظهرها إسرائيل بمعاونة من الدول الأوروبية وكان الثالوث بريطانيا وفرنسا وأمريكا وراء كل تدمير لأي نبتة جهادية في فلسطين وانتشر الأمر بالتهجير تهجير المسلمين والعرب من فلسطين وإحلالهم بيهود من أنحاء العالم إلى هذه الأرض وجيوش العربية كانت لا تستطيع أن تعمل شيئا أغلبها مستعمرة ومرت الأيام ومرت السنون إلى أن جاءت حرب سبع وستين والنكسح ثم حرب ثلاثة وسبعين تقدم العرب لو لا أن تدخلت أمريكا تعرفون أمريكا إلى اليوم كم كلفها إيجاد والبقاء على إسرائيل المساعدات المباشرة تقريبا مئة واربعين مليار دولار الكيان الصهيوني تلقى من أمريكا مئة واربعين مليار دولار هذا فقط مساعدات مباشرة لكن لكن أنا ما أنا مقتنع بهذا لأن أحد الاقتصاديين المشهورين في أمريكا كتب مقال اسمه توماس ستوفر أستاذ في جامعتي هارفرد وجامعة جورج تاون هذا رجل اقتصادي بارز يقول إلى الآن تكلفت أمريكا للبقاء على إسرائيل ثلاثة تريليون دولار بعض الناس لا يعرف حتى هذا الرقم يعني ثلاثة آلاف مليار دولار يدفعها ضارب أو دافع الضرائب الأمريكيون لأجل بقاء ذلك اللقيط الكيان الصهيوني أين المسلمون؟ أين الجيوش العربية؟ أين الزعماء والقادة؟ سوف تعرفون الإجابة لكن كونوا معنا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ولازالت الاتفاقيات والمؤامرات على شعب فلسطين الأعزل نزع السلاح منه إلى اليوم إلى قبل سنوات قليلة محاولة نزع السلاح من المقاومات الجهادية هم حتى الأسماء غيروها حتى العدو والكيان الصهيوني سموها دولة إسرائيل عمليات أسكرية إسرائيلية حتى الإعلام بدأ يتطبع بإسرائيل نسأل الله العافية وما اجتمع شرم الشيخ قبل بضعة سنوات قبل عشر سنوات تقريبا اجتمع الدول العربية بدعوة من إسرائيل لقمع الحركات الجهادية إلا حلقة من حلقات المؤامرات اليهودية على بلادنا العربية والإسلامية صدق أبو ريشة لما قال أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم أمتي أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي ألي إسرائيل تعلو راية في حمل مهد وظل الحرم أوما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دمي اسمعي اسمعي نوح الحزانة واطربي وانظري دم اليتامة وابسمي ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم رب ومعتصماهم طلقت من أفواه الصبايا اليتامي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم أمتي كم صنم مجته لم يكن يحمل طهر الصنم الكلمات في فمي تتعثر والدمعة في عيني وفي غصة فمي ربما تنفجر لكن سوف أدعي الحديث الآن لخطيب منبر الأقصى في الكويت فضيلة الداعية الشيخ المجاهد الشيخ أحمد القطان لعل بيننا وبيننا اتصال ألو فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالخطيب المجاهد أهلا وسهلا بالحبيب أحبة المشاهدين أينما تكونوا إنا نحبكم في الله ابشروا في وسط هذه الآلام تظهروا الآمال ووعود الله تتحقق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يا أهلنا في أرض الإسراء والمعراج اثبتوا فأنتم الآن ترتفعوا أرواح الشهداء تقرعوا أبواب الجنة وهي في رصيد هذه الأمة ابشروا أنتم الآن الشرفاء على الأرض يدفعوا عن الأقصى بيت الله الحرام الذي اجتمع مع الكعب المسجد الحرام في آية واحدة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أتدرون لماذا تذبحون والعالم يتفرج الآن لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازيني لأني ما خفضت الرأس في ريح الخياناتي لأني ما طبعت على عقود الدل بصماتي أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي وكل جريمتي عني فلسطيني فلسطيني لأن القدس لي دار وأسوار وآثار أحب القدس إن الحب إيثار وإصرار وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار إعصار يردد أرجع مجدا على ساحات حطيني لأني في سبيل الله موتي يوم ميلادي هذئت بجر أصفادي هذئت بجمر أصفادي سخرت بصوتي جلادي ولما اخترت لم أختر سوى التحرير ميعادي هناك حيث يغدو الموت حلوا في فلسطيني وبسم الله والديني سأهتف في المياديني فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني هوا أرض التي تزدان بالزيتون والتيني فأول قبلة كانت فأول قبلة للناس قد كانت فلسطيني ثبتكم الله ونصركم الله وأيدكم الله وإني أخاطب الأمة الإسلامية أجمع أنها قضية الإسلام والمسلمين لا يسمعني مسلم الآن ومسلمة إلا ويوقع استقطاع لنصرة أهل القدس والأقصى وكفالة الأسر ونقول للجيوش العربية وللحاكمين وفت وفاء بنذرها لربها وفت وفاء لربها بدمائها عهد من الأبرار والأخيار فيات الأخرس جلجلت بدمائها عرت جميع الخرس والفجار والعندليب تطايرت بدمائها فتتوجت كل النساء بغار قد ألهمت إلهام كل نسائنا ينذرن ما في البطن للجبار وشفت شفاء من وراء حديدها خوف النساء من العدو الضار وهنادي الشماء كم أرعبت جند اليهودي عند هدم الدار يا أيها الحكام أين جيوشكم فتيات لقصى صرنك الإعصار أشكرك شيخ أحمد القطان خطيب المسجد نصرك الله عز وجل وثبتك الله على قول الحق وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودك الله يحظك يا شيخ شيخ حمد القطان كان معنا على الهواء ورجل يعني معروف بصماته في نصرة إخوانه في أرض فلسطين نسأل الله عز وجل أن يكتب كل ما ذكرته في ميزان حسناتك أيضا الآن معنا خطيب المسجد الأقصى الشيخ حامد البيتاوي وهو أحد المجاهدين بنفسه وبصوته في تلك الأرض المباركة شيخ حامد حياك الله أنتبعنا على الهواء الآن في برنامج ساعة صراحة في تلفزيون الراي شيخ حامد قبل ما تبدأ بحديثك أوصف لنا الأوضاع الآن عندكم هناك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين ناصر المتقين المجاهدين ومذل الكافرين وهازم الظالمين المعتدين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الطاهرين وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد أهلنا وأحبتنا في دولة الكويت الشقيق التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها بلدا آمنا مطمئنا فقاء رخاء هي وثائر بلاد المسلمين من فلسطين الأرض المقدسة المباركة نحييكم بتحية الإسلام ونبعث إليكم بتحياتنا وأجز كلمتي أيها الإخوة لحضراتكم أولا جرائم الاحتلال الصهيون ضد شعبي والمتمثلة في الاجتياحات والاعتقالات وهدن البيوت والجامعات والطرق تذكرنا بجرائم الصريبيين والتتر والمغول والهندوس والشيوعيين ضد المسلمين عبر التاريخ شعبنا يتعرض يا إخوة لحصار جائر وهناك اصتفاف أمريكي أوروبي عربي فلسطيني لتجويع الشعب الفلسطيني كما قال تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا نعم أيها الإخوة شعبنا يجوع شعبنا أيها الإخوة يتركوا وحيدا في الميدان يا إخوة ولكن شعبنا ولله التضب والحمد والمنة الذي اختاره الله تبارك وتعالى أن يكون في أرض الرباط في أرض الجهاد في فلسطين في بيت المقدس وأكنافها إن شعبنا معنوياته عالية مرتفعة يردد قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي القاتل معه ربينا كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما السكان والله يحب الصابرين شعبنا أيها الإخوة لم يستسلم ولن يستسلم شيخ حامد لو سبحت أنت ذكرت ما ضعفوا وما وهنوا في سبيل الله أبي تذكر لي معنويات الشعب الفلسطيني بعد هذا الحصار والضرب والتجويع وحتى ضرب المحطات الكهربائية معنويات شعبكم هناك كيف هي؟ أخي الشعب الفلسطيني شعب لن يستسلم أبدا بإذن الله تبارك وتعالى الجيش الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة منذ أسبوعين لا يجهو أن يدخل المدن لن يستقبل أبدا بالرأيات البيت بل هناك يترصد له كل الكتائب كتائب القسام كتائب شهداء الأقصى صرايا القدس بالصواريخ وها هي الصواريخ تنهال على المدن على المستوطنات الصهيونية أيها الإخوة كالمطر ها هو وزير الحرب الصهيوني يقول إننا لا نريد أن ندخل مستنقع غزة يحذر حكومته قادة الجيش الإسرائيلي يقولون بأن إطلاق صراح الجندي الإسرائيلي الأثير ووقف هذه الصواريخ لن يتم عن طريق عسكري وإنما عن طريق دبلوماسي أيها الإخوة الكرام شعبنا والله لا يمكن أبدا أن يرفع الرايات بل سيظل يجاهد لأنه يجاهد عن الأقصى وعن القدس وعن فلسطين بل يجاهد أيها الإخوة عن كرامة العرب وكرامة المسلمين شيخ حامد ما بقي على الفاصل إلا دقيقة بودنا رسالة أخيرة توجهها للمسلمين ما المطلوب من المسلمين الآن تجاهكم الواجب الديني والواجب الإنساني والقومي يفرض على كل العرب وعلى كل المسلمين أن يقفوا مع شعبنا في جهاده فنحن إخوة إنما المؤمنون إخوة قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم إننا نطالب المسلمين فنقول لهم إن فاتكم شرف الجهاد بأنفسكم في فلسطين فلا يفوت أنكم شرف الجهاد بأموالكم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم أيها الإخوة الكرام شيخ حامد نستسمحك العذر لأن الوقت الفاصل قد بدأ وشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الأقصى وقبله الشيخ أحمد القطاني يوجه الرسالة إلى الأمة الإسلامية كلها سواء كانوا من العرب أو غيرهم أن يتحركوا ويهبوا لنصرة إخوانهم في فلسطين كما ذكر لكم الشيخ حامد خطيب المسجد الأقصى وعلى الهواء أن المعنويات مرتفعة وأنهم لن يضرهم حاصروهم أو قصفوهم أو أمطروا عليهم القنابل فإنهم ثابتون صامدون ما الواجب الذي يتحتم علينا الآن هذا ما سوف نطرحه إن شاء الله لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أيها العرب أيها المسلمون أيها الشرفاء أيها الأحرار إن الأطفال يموتون بخلال بضع سنوات خمسة آلاف شهيد هذه الإحصائيات الرسمية على أرض فلسطين بدباباتهم بجرافاتهم هدموا ما يقارب 72 ألف منزل على رؤوس أهلها شردوا مئات الآلاف من الناس قتلوا ما يقارب 900 طفل 900 طفل قتل ذبحا برصاص حي جرفوا البساتين والأراضي والمزارع وهدموا المصانع والمحلات وكل شيء دمروا كل شيء اسمه حياة كل شيء اسمه روح قتلوه في فلسطين لم تسلم منهم المساجد ولا المصاحف دنسوها وأحرقوها وهدموا المنابر وجعلوا بعض المساجد بارات ومراقص لهم لنجاساتهم قبحهم الله ولا زال المسلمون يجلسون على موائد اللئام على بعض المفاوضات السياسية يخدعون بها شعوبنا ويخدعوا بها جيلنا أيها الجيل القادم افهم اللعبة وعرف الخيانة وتأكد أن الحياة عقيدة وجهاد معنى تقرير ثم نعلق إن شاء الله بعد التقرير لا حول ولا قوة إلا بالله الطفلة الأخيرة هي التي رأت أسرتها تقتل أمامها وكانوا يلعبون على شاطئ البحر تخيل لو كانت هذه ابنتك تخيل لو كان الطفل المذبوح ابنك تخيل لو كان هؤلاء الأطفال فلذات أكبادك أكان يهنأ لك العيش أو يقروا لك القرار أبعد هذا نهنأ ونصفق لكأس العالم ونرحب ببلادهم ونظن أنهم هم حماة الحرية وحماة حقوق الإنسان كذبوا والله فيما زعموا آلاف من القتلى ومئات تسفك دماؤهم بحجة جند إسرائيلي ما لنا كرامة عشرة آلاف إنسان ليست له كرامة فقط جند إسرائيلي وتقول أمريكا أن إسرائيل لها الحق فيما تطلب سبحان الله ونحن ليس لنا حق فيما نطلب من أسرانا ومن قتلانا ومن دمائنا التي تسيل ومن الأطفال الذين يذبحون بل تغتصب الطفلة ثم تحرق على مرأة العالم والكل يصفق والكل يشاهد ونزعم أن هناك محاكم تقوم فيها العدل وأي عدل يزعمونه أين العلماء؟ فإن الله سيسائلهم أين الشيوخ؟ وأين أهل المنابر؟ إن كان بعضهم قد أدى الواجب فأين البقية الساحقة؟ أين الذين كلما وقعت مذبحة لبلاد الكفر أو لأعدائنا قاموا وصطروا المقالات وخطبوا في المنابر وظهروا في التلفاز يدافعون عن الحقوق وعن كرامة الإنسان أين هم هذه الأيام؟ أين هم؟ وهم ينظرون إلى الأشلاء وإلى هذه الجثث أين؟ أين بربكم؟ أولئك الذين ينعقون دفاعاً على الإنسانية اليوم وفي حوار الأديان يصافحون من يصافحون؟ أين هم وهم يشاهدون تلك الجثث وهذه الأشلاء؟ والله والله ما تحملت أن أرى بعض هذه الصور وأن أريت صوراً غيرها وكلكم رأى ويكفي كل يوم تقريرنا في الأخبار عندما ترى تلك البيوت التي هدمت على رؤوس أهلها وتلك الأم التي تنفش شعرها وهذه الطفلة التي تصيح عند أبيها الميت شفت الطفلة؟ آخر لقطة هذه رأت أسرتها تموت وأبوها يذبح أمامها قصف قتل أباها ونفشت شعرها ويتصيح على شاطئ البحر وتستنجد وانطلقت الصيحات رب وامو اعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي أيها المسلمون في كل مكان إن الله سائلنا أيها الزعماء في كل مكان إن الله سائلكم يوم القيامة أيها الجيوش العربية والإسلامية إن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن هذه المليارات التي أنفقناها في تسليح جيوشنا وفي إعداد جيوشنا كوريا الشمالية دولة واحدة أثبتت أنها أقوى وأعز من خمسين دولة إسلامية لما أظهرت قوتها توقف العالم طيب حنة وين أين الدول العربية أين الدول الإسلامية أين أموالنا أين شعوبنا أين جيوشنا تعرف كم عدد اليهود في إسرائيل خمسة ملايين خمسة ملايين يهودي ونحن ألف وثلاثمائة مليون مسلم هل نحن غثاء حقا هل صارت عندنا ما في إحساس خلاص تبلد الإحساس هل صرنا خلاص نسمع ونرى هذه الصور من كثرة المشاهد صرنا حتى بعض الناس ينظر إلى هذه ليش تضيقون خلقنا يا أخي ملازم نشوف حط على ثقافة الأغاني وثقافة الجنس ونشوف المباريات وننسى خلنا نلهو يا أخي اترك عنك هذه الأمور وخلنا نستانس تستانس وترى هذه المناظر الواجب أخرناه إلى آخر إن شاء الله فقرأ في هذه الحلقة كونوا معنا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في سنة ثمانية وسبعين برز اسم نجم لامع في بطولات الجهاد اسمه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله قاد الجهاد ستة وعشرين سنة في المعتقالات يقود الجهاد على الساحات يقود الجهاد ضرب أهين اعتقل جوع أصيب ولكنه لآخر لحظة في حياته قبل سنتين ونص تقريبا قصف وهو أعزل لا يستطيع الحراك قصف وفجر رأسه وليكون شاهدا أمام العالم أن الله عز وجل سائلنا عن هؤلاء بطل لم يمت هذا الرجل لم يمت لأن الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحيانا عند ربهم يرزقون ونفذت إسرائيل الكيان الصهيوني العدو نفذت تهديدها بعد شهر واحد وقتلت الدكتور عبد العز الرنتيسي وهكذا تغتال القيادات يحيى عياش وغيرهم من قيادات الجهاد في سبيل الله والمصيبة الكبرى أنهم الآن يتوعدون قيادات حماس خارج فلسطين معنى هذا أنهم يريدون نقل الحرب إلى خارج فلسطين أقول لهم وأوصل لهم هذه الرسالة وإلى أبطالنا المجاهدين ليس من مصلحتهم إخراجوا المعركة من فلسطين فإن المسلمين في خارج فلسطين يضحون بأرواحهم وأغلى غاياتهم الموت في سبيل الله فأقصروا معارفكم على الأرض فإنه خير لكم وقيادات الجيش الإسلام لن ينقطعوا على وجه الأرض كلما ذهب قائد يأتي قائد بعده وكلما مات فوج نصر من الله عز وجل قال الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به شفتوا تقرير أطفال أطفال يرمون ليس عندهم عزة إلا الحجارة يواجهون الدبابات والمدرعات والمصفحات يواجهونها بحجارة ورجال الأمة في سبات عميق وجيوشها ليست إلا الاستعراضات وطائراتها فقط للمهرجانات واستعراضات بهلوانية بالله عليكم جيوشنا منذ خمسين عاما إلى الآن أو منذ استقلال بلادنا إلى اليوم ماذا صنعت وماذا فعلت هل هي فقط أسلحة وطلقات مطاطية لتفريق المظاهرات أم مدرعات بالماء الحار ترشل المتظاهرين هل لهذا وجدت جيوشنا عليك يا أخي العزيز أولا أن تدعو لإخوانك في فلسطين أختي الفاضلة أيتها العجوز أيها الشيخ الكبير أيها الطفل الصغير ليكن همنا هم الأمة استرجاع المسجد الأقصى أن نشد الرحال لذلك المسجد الدعاء لهم فإن الدعاء ينصر الله عز وجل به أهله المال وليكن المال يا أخوان تعرفون كم مليون أنفق على كأس العالم يا ليت ينفق ربعه على إخواننا في فلسطين قبل أن نكمل عن الواجب الشرعي معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام من معنا بيان منصور ابنت الشهيد يمان منصور حيات الله أختي تفضلي تفضلي أختي أنت على الهوى قولي الرسالة التي تريدين أن توصليها وأبوك رأيته شهيدا أمام عينيك في فلسطين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أختي بيان بس قبل هذا لو توطي صوت التلفاز معنا تفضلي تفضلي أختي بداية أن نذكر القناة الرأي على هذا البرنامج جعله الله في ميزان حسناتكم وأقول نحن كسعب فلسطيني صغارا كنا أو كبارا ندرك تماما أن العدو يهدف من وراء الحصار أو التضييق على الشعب الفلسطيني إلى تركيئه ومضاعفة معاناته ولكنه لم أن يستطيع قتل إرادة الشعب الصامد فشعبنا يتحمل الحصار مقابل تحرير وطنه وإن شاء الله لن تذهب دماء شهدائنا هدرا وإن كان المحتل قد حاثر فلسطين بالجدار أو الحوادث ولكنه لم يستطيع حصار الفكر الفلسطيني الذي حفرت فيه صورة فلسطين وإن العدو لا يدرك مدى أهمية فلسطين بالنسبة لشعب رضع حب فلسطين مع حليب أمه وصدق القائل ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عدقي على السكيني لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيئ ديني وحتى لو كان الصمت العربي والإسلامي والعالمي هو طريقة الوصول الوقوف مع شعبنا بالنسبة للعالم أو كانت الطريقة هي الشجب والاستنكار فإننا لا ننتظر من عالمنا العربي والإسلامي إلا صحبة يسعرون بها بما يمليه عليهم الواتب تزاه أرضا مقدسة وشعبا صامد أشكرت أخت بيان أشكرت شكرا جزيلا وأسأل الله عز وجل أن يحفظك أنت وأخواتك المسلمات في فلسطين وأبنائنا وشبابنا وشيوخنا وعجائزنا وأن ينصر المجاهدين في سبيله عليك بالدعاء وأنا أعرف الاتصالات يقول الإخوان في الكنترول كثيرة جدا جدا لكن الوقت قصير لم يبقى من البرنامج إلا القليل إخواننا المسلمون في كل أنحاء العالم نكسات توالت على فلسطين هذه إحداها فهل نكون كسابقين ممن سلم الأرض للأعداء هل نكون ممن سلم إخوانه فالمؤمن أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه هل نسلم إخواننا لأعدائنا قالوا لا حل إلا بالديمقراطية ديمقراطيتهم المزعومة فلما أوصلت المسلمين إلى سدة الحكم رفضوها ومجوها لأنهم ظلمة حتى أحكامهم لا يعترفون بها وقوانينهم لا يسيرون عليها أصلا عدوهم اللدود كل من يرفع الكتاب والسنة وكل من يقاتل في سبيل الله طفلا كان أم رجلا لكن هيهات هيهات سوف يظهر الحق بإذن الله عز وجل وسينبلج الفجر يوما وسينتصر الإيمان يوما وسيقاتلهم حتى الحجر والشجر وسيقولون يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله أنصروهم أو لا تنصروهم فإن الله عز وجل ناصرهم كن في قوافل الشهداء والمجاهدين أو لا تكن فإن الركب ماض وإن القافلة ستسير ومهما نبح الكلاب فإن الله عز وجل حافظ هذه القافلة وسوف ينصر الله عز وجل دينه وسوف يأتي الجيش في آخر الزمان ويحرر هذه الأرض المقدسة ربما مرات ومرات قبل ذلك الوقت ولكن إلى إخواننا ونسائنا ومجاهدين على أرض فلسطين ثبتكم الله ونصركم الله واصبروا فإن النبي حوصر في الشعب حوصر في الشعب ثلاث سنوات وأنتم بدأ الحصار عليكم نعم العالم يتفرج اسمحوا لي نعم المسلمون يتفرجون اسمحوا لي أقول هذا الكلام نعم لم تتوانى الجامعة العربية إلا أن تعطيكم خمسين مليون دولار ربما تصل وربما لا تصل لكن معكم ربكم عز وجل ناصركم وحافظكم ربما يعيش الإنسان على حبة تمر أو شقها ورشفة ماء ويحفظه الرب عز وجل هذه مريم العذراء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بل هذا الحصار سيصنع الأبطال وسينفي الخبث بإذن الله عز وجل عن أرضكم وسيبقى المجاهدون الشرفاء وستبقى الأرض لأهلها بإذن الله عز وجل أيها المسلمون في العالم الأموال الدعاء الخطب المهرجانات إن لم تستطع أن تفعل شيئا لإخوانك في فلسطين فكف لسانك عنهم ودعي الناس تؤيدهم وتنصرهم بلسانها وأموالها ودمائها وأرواحها أسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى في ثلاثة ثمانية في ثلاثة ثمانية القادم موعد خطير اليوم شهر سبع الآن لازلنا في بداياته ثلاثة ثمانية نشرت الجرائد الإسرائيلية أنه موعد لاقتحام المسجد الأقصى من قبل اليهود في ذكرى خراب الهيكل لكن إخواننا وأبطالنا في فلسطين هل ستدعوهم يفعلون هذا؟ إخواننا وآخر رجاء آخر رجاء لزعمائنا آخر رسالة لإخواننا قادات الجيوش العربية والإسلامية هل لكم أن تلوحوا فقط بسلاح واحد؟ الملك فيصل رحمه الله استخدم سلاح النفطي وقدر أن يوهن كيد الكافرين لكنهم اغتالوه قدرا لكن عندنا أسلحة كثيرة الآن اقتصادية مقاطعات عندنا سلاح الجيوش الموجودة والرابضة والطائرات عندنا شعوب الحمد لله حية لازالت عندنا بفضل الله عز وجل أموال نستطيع أن نفعل شيئا ثلاثة ثمانية القادم يحاولون دخول المسجد الأقصى جماعات يهودية متطرفة يريدون اقتحام هذا المسجد المبارك الذي بارك الله حوله فهل ستدعوهم؟ وهل ستتركونهم؟ وهل ستقف فضائياتنا وقفة صمت على الأقل تسلط الأضواء على إخواننا القتلى والضحايا على أرض فلسطين تلك الأرض المباركة الأيام القادمة حاسمة وأنا أعلم أن الوهن شديد وأن الضعف الآن بدأ يكبر وأن الحصار إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أيها المتفرجون في العالم الدعاء الدعاء الكلمة الكلمة الدنار الدنار المال المال إن استطعتم بأي شيء ففعلوا فهذا جهاد إما موت وإما نصر في سبيل الله نحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخوان المجاهدين في فلسطين نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة